اشتركوا في القناة والاحتياطات اللي احنا لازم نرعيها وبناخد بالنا منها أثناء تنفيذه ان شاء الله أول حاجة هنعرفها ايه هو دهان الاوبوكسي الدهانات الاوبوكسية هي عبارة عن دهانات حديثة انتشرت ومنها أشكال متعددة ومركات متعددة لكن الاستخدام بتاعها واحد وطريقة تشكيلها واحد بتستخدم في مجالات كتيرة وبديني أنواع متعددة من الألوان والأسطح وبتهتمد على مهارة العامل طب ايه هو الاوبوكسي ده بيقولي الاوبوكسي عبارة عن مادة او مركب بيتكون من مركب من حاكتين مادة اسمها مادة الرزين والمادة الصلبة دول الحاجة الأساسية اللي بتكون دهان الاوبوكسي يبقى الاوبوكسي بيتكون من ايه من الرزين ومادة صلبة الاتنين بتحدوا مع بعض من خلال تقلبهم بشنيور كهربائي بيحتاج كوة في التقليب عشان قدر امسك المركبين بعض واحصل على مكون واحد من خلال نقول ايه خلطوهم بواسطة شنيور كهربائي عبارة عن ريش مروحية داخل عمود ببتدي ادخله جوه الوعاء اللي انا بحضر فيه الديهان اللي هو بيتكون من الرزين والمادة الصلبة وبشغل الشنيور واخلط المزيج لغاية يعني ما بيتحد ويديني مكون واحد مفهوش اي انفصال لازم ان يبقى يعني اتنين يتحدوا مع بعض ويديني مركب واحد ان انا اقدر اشكيهم ده بالنسبة لتكوين الابوكسي وازاي انا بحضر المركبين مع بعض طب بحضر المركبين ازاي زي ما قلت كده ان انا بحضرهم في درجة حرارة مناسبة يعني في درجة حرارة الغرفة لتكون عالية قوي ولتكون يعني برد قوي لازم ان تكون لدرجة الحرارة المناسبة اثناء تحضير الدهان في بعض الاحوال او انواع موجودة في السوق موجود مركب واحد يعني جاهز يعني انا اجيبه هو جاهز على طول بيكون مركب واحد كل ما علينا ان انا بضرب المزيج كويس اوي وبحضره وببتدي ان انا يكون جاهز على التشكيل وفي منه النوع اللي هو بتركب من مركبين لازم اجيب المركب المادة الصلبة واجيب المركب المادة الرزين وببتدي ان انا اخلطهم ممزجهم مع بعض كويس بوسطة الشونيور الكهربائي بس مش الشونيور اللي انا بخرم بالحيطة لا الشونيور ده عبارة عن ريشة مروحية ريشة متركبة في عمور بتقريبا عبارة عن اربع ريش زي ريش المروحة كده بس تبع بمواصفات معينة ببتدي ان انا اخلط بهم الخاليط كويس اوي وبمزجهم كويس اوي وفي منه نوع تاني بيكون من ثلاث مركبات برضك الرزين والمادة الصلبة مع مواد مالئة زي الكوارتز طبعا كنا الكوارتز ده انت درستوه في سنة اولى او تاني يعني مادة برضك من المواد المالئة يبقى انا عندي كم نوع من الاوبوكس او الاشكال الاوبوكس المتعددة عندي اللي انا بركبه وعند النوع الجاهز وعند النوع اللي بتتكون من ثلاث مركبات قلنا النوع اللي بتركب اللي هو الشائع اللي هو بتركب من المركبين المركب الاول عبارة عن رزين زائد المادة الصلبة وبمزجهم ببعض وفي النوع الجاهز هو بيكون من المركب بواحد يعني هو جاهز على الاستخدام اخر حاجة او الشتورة الثالثة من اشكال الاوبوكس اللي هو بيكون عبارة عن بيكون من ثلاث مركبات اللي هي المادة الصلبة والرزين زائد الكوارتز اللي هي المادة الملئة ان انا عايز احصل على شكل معين او قوام معين مادة ملئة طيب دي بالنسبة لانواع الاوبوكسي طيب ايه بقى خطوات وطريقة الديهان للأوبوكسي ايه خطواتي اللي انا بتتبعها الصحيحة اسناء تنفيذ الهان الاوبوكسي بيتم تحضير الكمية اول حاجة احضر كمية المناسبة وزي ما قلت كده احنا درسين تخطيط وقدرت انتابه مقايسات بحضر كمية المناسبة على اساس ايه اساس مقايسة انا عندي مساحة قد ايه طب الكيلو بيفرد قد ايه طب المساحة عندي بجيبها ازاي منقول المساح على متوسط فرد الكيلو يعني ايه المساحة على متوسط فرد الكيلو يعني المساحة اللي عندي اللي انا هعملها هطبقها انا مثلا عندي ونفرد مية متر ومتوسط فرد الكيلو وليكن خمسة متر يبقى انو المية على الخمسة يبقى انا محتاجة عشرين كيلو يبقى المية متر دول اللي انا هعملهم دول انا محتاجة لهم 20 كيلو بوكسي تمام يبقى انا على هذا الاساس بحضر الكمية يبقى الكمية اللازمة ايه اللي انا بجيبها من خلال مادة التخطيط وقدرة انتاج بحدد الكمية اللازمة اللي هي المساحة على متوسط فرد الكيلو المساحة دي اللي هي مطلوبة مني اللي انا مطلوبة مني انا فزها بدهاني الابوكسي بحددها وبعد كده بجيب المساحة دي واسمها على متوسط فرد الكيلو وده بيبقى مكتوب على العلبة منبر يقولك متوسط فرد الكيلو من 5 ل10 من 4 ل8 حسب طريقة التصنيع بتاعته بشوفها على العلبة يقول انا عندي المساحة معلومة وعندي متوسط فرد الكيلو معلومة وبكده هقدر احدد الكمية اللازمة اللي انا هقدر اشتريها او اجهزها عشان انفس دهاني الابوكسي دي اول خطمة يبقى انا حددت الكمية المناسبة للمساحة المطلوبة مني ايه تاني قال لي بيهتم خلط المركبين زي ما قلنا قبل كده اللي هي المادة الصلبة ومادة الرزين بحضرها بواسطة الشرنيوري الكهربائي وقلنا الشرنيوري الكهربائي ده بيبقى عبارة عن عمود متركب فيه الريش زي ريشة المروحة كده او ريشة الشفاة وبيبتدي من انا اخلط طبعا مش من نفس الحجم بتاع المروحة او شفاة طبعا اصغر شوية مجال ان هي تقلب لي تقلب لي المركبين مع بعض وتمزجهم مع بعض ويدوني ايه مكون واحد ده بالنسبة لتحضير الكمية اللازمة وعرفنا من حددها ازاي قلنا المساحة على متوسط فرد الكيلو متوسط فرد الكيلو بيوجودة على المنتج اللي انا جايبه بعد كده اهم شرط من الشروط اثناء تنفيذ دهان الابوكسي التنضيف تنضيف الاسطح تماما ويكون خالي تماما من الاتريبة والشوائم لازم ان السطح يكون نضيف تماما وده بيتم بواسطة طبعا مكنسة تشفط اي اتريبة موجودة على الاسطح سواء اسطح جدرية او اسطح ارضية حسب المطلوب مني تنفيذه انا ببتدي انضيف السطح وعده وطبعا لازم ان يكون السطح خالي من اي شكوك واي سكوب واي يعني لازم ان يكون سطح مستوي تماما دي تاني شرط بسطح تمام الاستوام خالي من اي شكوك واي شروخ واي قسور تاني حاجة يكون خالي من اي اتريبة واي شوائب موجودة عليه طيب ايه تاني انا هعمله خلاص انا نضفت السطحه كويس قوي واي شكوك واي سكوب انا سوتها تماما وزبطت السطح عندي كده السطح جاهز عندي لتقبل دهان الابوكسي تمام ايه اللي هعمله هبتدي ان انا احضر الدهان الابوكسي في شرط من شروط التحضير يقول لي لازم ان انا بحضر الكمية دي الكمية دي ما تقعدش اكتر من نص ساعة يعني وقت وقت تنفيذ العمل مش اكتر من نص ساعة 30 دقيقة يعني لازم انا حضرت الدهان اهو وضربت الابوكسي وحضرته ومزاجت المركبين الرزين مع المادة الصلبة واحدا المفروض انا بنفذ الدهان في خلال 32 دقيقة لان هو بيجف في خلال 30 دقيقة فانا بحضر الكمية المناسبة لو انا مش اقدر انفذ المية متر في وقت واحد يبقى انا هحضر على قد اسمها 25 في 25 في 25 يبقى بحضر لكل ايه المهم ان الكمية اللي انا بحضرها ما تاخدش مني وقت اكتر من 25 اكتر من 30 دقيقة 30 دقيقة اكون انا مخلصة المادة اللي انا حضرتها لانما هتفسد وها مش هعرف انفذها مش هعرف افردها على السطح يبقى دي اهم شرط من شروط تنفيذ دهان الابوكسي طبعا ان شاء الله اجيبلكم فيديوهات تبين لي ان العمل دا بيبقى عمل جماعي عشان المادة طبعا بتبقى غالية وفي نفس الوقت هي بتجف بسرعة فممكن اكثر من عامل يعملوا المساحة في وقت واحد بحيث يقسموها لمسافات لمساحات متساوية وكل واحد ياخد جزء ويبتدوا ويشتغلوا في وقت واحد عشان يخلصوا المادة في خلال نص ساعة طب ما توفرش العمال يبقى انا هقسم المساحة واعمل جزء جزء عشان ما بوصل المادة بتاعتش ده طريقة استخدام دهان الاوبوكسي يرعى تجهيز الكمية مناسبة لاستخدام حتى لا تتصلب وطبعا تفسد مني العجينة وما اقدرش ان انا استخدمها طيب درجة بقى دهان الاوبوكسي بالرولة الصلبة ممكن ان انا اعمله بالفرشة وده طبعا بياخد وقت والاسرع طبعا ان انا استخدم الرولة الصلبة اللي هي ما فيهاش اي اسطح وبريق ما لهاش سطح وبري يعني ما زي اللي انا بستخدمها على الحيطة لا بتكون الرولة استوانية صلبة زي اللي انا بستخدمها فيه تسوية السطح اللي ورق الجدرون يرعى النظافة التمة اهل ما حاجة فيه تنفيذ دهان الاوبوكسي النظافة التمة لازم نكون متأكدة تماما ان السطح خالي من اي اتربة واي شوائب لان لو فيه اتربة وشوائب وانا منشلتهاش واجي احط الديهان الاتربة دي هتعمل مادة عزلة وتفسدل الديهان وتشوي شكل الديهان فعشان كده بيقول لازم الديهان يبقى جزي الازاس كده كله نجف تماما مفيش عالج باي حاجة مستوي خالي من الشكوك خالي من السكوك خالي من الاتربة والشوائب دي اهم شرط في السطح اللي انا هنفزه سواء سطح جداري او سطح ايه ارضي او سطح خشبي او سطح معدني ممكن انفز دهان الابوكسي على جميع الاسطح اللي هو الساتر دهان الابوكسي منه نوعين منه نوع شفاف وده بيطبق على الاخشاب لو انا عايزة لون الخشب وعايزة اصير صمرها بيديني زي الورنش كده والنوع الساتر اللي هو الوان بيديلي الوان مختلفة وزهية وده اللي بيميز دهان الابوكسي ان انا ممكن الوانه باي لون انا عايزيه الوان غامق الوان فتحة درجات مختلفة سهل قوي ان انا انفز ده بيديهان الابوكسي لانه بالفعل متوفر بدرجات كتيرة ومتنوعة ومتعددة طيب يبقى قولنا اول حاجة بحضر الابوكسي وعرفنا زي بنحضره ولازم ان انا احضر اراعي وانا بحضر الكمية احضر الكمية المناسبة للمساحة وكمان اكون محضر الكمية المناسبة للوقت يبقى انا براعي الوقت وبراعي المساحة لان المندة جفاف دهان الابوكسي بيجف في خلال 30 دقيقة وده اهم شرط واهم معيب ان انا ما ينفعش احتفظ به اكتر من 30 دقيقة طالما تكون الديهان لازم ان استخدمه واخلصه في خلال 30 دقيقة على الاقل عشان كده بنقول ده الشرط الاساسي عند تكوين دهان الابوكسي طيب نضفنا السطح استخدمنا الرولة بنستخدم الرولة في الفرد وده بتبقى اسرع طبعا وتديني سطح مستوي تماما الرولة بتفرد وبتسوي السطح وتسوي السمك لاني تعطيها برد ضغطة ضغطة واحدة والملمس واحد فهتديني سطح مستوي تماما براعي طبعا النضافة ونضافة الادوات يعني حتى الرولة اكون متأكد انها نضيفة خلية من اي دهون واي مواد غريبة عليها نضيفة تماما معلاش اي دهانات سابقة تكون نضيفة تماما اي حاجة باستخدمها سواء فرشة او رولة او اي ادام لازم نتأكد انها نضيفة تماما وخلية من اي شوائب واي اوسخة او اي كزران بيرعب تجهيز الكمية تكفي الاستخدام مدة نصف ساعة ده بالنسبة الديهان الاوبوكسي او خطوات دهان الاوبوكسي اخر حاجة التقليب لازم ان انا اقاق يعني اثناء التحضير اقلب المركبين كويس اوي اتأكد ان المادة مقلبة وممتازجة تمام وكلها ممتازجة مزيج واحد مديني قوام واحد مفوش اي كلكيع مفوش اي زرط غير زائبة عشان كده بنقول انا مش بدوب بأدية او بدوب بأي اداة ضعيفة لأ ده انا بدوب المركبين في ماء بواسطة شونيور عشان اضمن تفتت الزرجات وتوابنها مع بعضيها وتديني قوام متجانس ناعم املس كله طبقة واحدة وكله سمك واحد ده اهم شرط في تحضير دهان الاوبوكسي تحضير اللون او تحضير الدهان الاوبوكسي اهم شرط ان ما يكونش فيه تكتليات ما يكونش فيه زرات غير زائبة لازم ان كل المزجين ممتزجين تماما ويديني مزج واحد بقوام واحد بصمك واحد ده اهم شرط في دهان الاوبوكسي طيب ايه الاحتياطات الواجب اتخذها لما اجي انا انفز دهان الاوبوكسي اول حاجة النظافة النظافة ثم النظافة ثم النظافة ثم النظافة نظافة الادوات نظافة المعدات نظافة الارضية او السطح اللي هيطبق عليه الدهان نظافة العامل نفسه يكون هو لابس ملابس الوقاية لابس واقي على الرأس لابس واقي العيد لابس كمامة لابس البدلة بتاعة العامل او الافرول لابس كفازات لابس نقول الحزاء الواقي الرجلي اللي هو البلاستيك الكبير اللي هو أبو رقبة عشان دهان الأوبوكسي لو لمس حتى من الجلب ممكن يضرها وصعب أنه هو يتشال بسهولة فعشان كده أنا بلبس الملابس الواقية أثناء العمل وأتفادى هذه الأخطاء وأتفادى هذه الأضراء تمام طيب ايه تاني من الاحتياطات اللي لازم توفرها تهوية المكان المكان اللي أنا هطبق فيه دهان الأوبوكسي لازم أن يكون جيد التهوية الشبابيك بتاحت كلها مفتحة تكون التهوية تهوية جيدة ما كونش مقفلة بقى شبابيك وبينه مقفلة ودي اندهان الأوبوكسي تخيني ما ينفعش لازم أن يكون المكان جيد التهوية لازم أن زي ما قلنا كده بيرتدي العامل الملابس الواقية وقلنا الملابس الواقية اللي هي الأفرور والكفازات والحزية والنظرات وواكل الراس أو الكبعة كل ده بيأمن العامل ويحافظ على صحته وأمنه من أي أضرار ممكن تسيبه من هذه المادة طيب يجب أن يمتنع عن التدخين تماما يعني أثناء تشغيل أو تشكيل أو تحضير المادة الأوبوكسي يجب أن ما فيش ولا تشغيل سيبرتاية ولا تولح سجارة ولا تدخين ولا أي كلام من ده لأن المواد اللدية بتبقى سريعة الإشتعال فأنا لازم أن أتفادل ده إن أنا أمنع أي مصدر للإشتعال سواء من خلال التدخين أو من خلال تشغيل مصدر للإشتعال زي شمعة زي سبرتاية زي غير وكل ده ممنوع أثناء عملية تنفيذ دهان الأوبوكسي دي من أهم الاحتياطات الواجب توفرها أو اتباحها أثناء عملية التحضير طيب ايه تالي؟ يجب خلط المركبين بالخل زي ما قلنا كده أنا ما بقلبش بإيدي أو بقلب بأي حتة خشبة لا ما ينفعش لازم أن أمزج المزيج بوسطة الشنيور الكهربائي بالمواصفات اللي احنا قلناها إنه عبارة عن عمود فيه ريش مروحية بتول معين وتقريبا طول المروحة تقريبا 15 سنتي والعمود طوله تقريبا 40 سنتي وفيه تقريبا 4 ريش في الاتجاهين وببتدي أن أنا أسقط دفل وعائل اللي أنا بحضر فيه دهان الأوبوكسي وبتدور الشنيور لغاية ما أوصل لدرجة قوام ومزيج مدجانس تماما خالي من التكتلات خالي من أي شوائب أو أي حال يبقى كله مزيج واحد طيب ايه تاني؟ لازمان خلص أنا خلصت حضرت الكمية المناسبة طبعا أنا ممكن أجيب كمية تكفيني مثلا أسبوع وتكفي الشغل بتاعي بتاعي ده مش هعمله في يوم مش هنح أعمله في يوم وزي ما قلنا إن أنا بقى أعمل الكمية المناسبة للوقت 30 دقيقة يعني ممكن أن أنا أحضر كل نص ساعة تقريبا أحضر جزء عشان أكمل المساحة اللي عندي فلازمان إن أنا أول ما بخلص بقفل وبحكم الأوعية اللي هي موجود فيها هذه الدهانات بقفلها كويس قفل محكم عشان ما يتعرضش للأكسادة أو للهواء وبالتالت جف ودبوض يبقى من الاحتياطات اللي أنا بتتبعها قفل العبوات بعد استخدامها بإحكام طيب إيه تاني ممكن أرعيه تاني لازم أن أنا معرضهاش لدرجات الحرارة العالية لازم أن تحفظها في درجات حرارة عادية زي ما قلنا كده أنا بشتغل في درجة حرارة الغرفة العادية لا برد قوي ولا سخنة قوي لازم أن تكون درجة حرارة معقولة للاستخدام إيه تاني يجب أن أنا أتأكد من تاريخ الإنتاج للعبوة قال لي أكتر حاجة ممكن تتخزن فيها مادة الإيبوكسي مدة تتروح من 6 شهور لـ 12 شهر وما تتعدهاش وطبعا يفضل أن أنا ما تقلش عن يعني إيه عن 9 شهور يعني لازم أن أنا أكون في الأمام يعني نقول من 6 لـ 12 شهر وكل ما تبقى أقرب من كده طبعا يبقى أفضل زي أي إكس برير في أي منتج أي منتج لازم أن أنا بأمن نفسي قابلها بشهر أو إيه بحاجة كده عشان أضمن جودتها يعني يعني يفضل استخدامها خلال 6 شهور يعني ده يعني إيه الرأي الغالب أو الشائع إن هي ما يعدش عليها أكتر من 6 شهور لكن هي عموما فترة تخزينها العلمي من 6 إلى 12 شهر بحد أقصر 12 شهر بعد كده ما نضمنش جودة هذا المنتج ما يضمنش جودة هذا المنتج ممكن تتصلب ممكن تبوز طبعا دي علبة مقفولة ممكن تبقى فزدة وما تعرفش تستخدمها فبالتالي أنا لازم أنا باشتري الحاجة أو بحضر الأشياء لازم أن أتأكد من تاريخ الإنتاج وتاريخ اللعبوة زي ما قلنا كده من 6 شهور إلى 12 شهر ما تزيدش عن كده ودي أهم الاحتياطات الواجب طوافرها طيب إيه مجال استخدام دهانات الأوبوكس إيه المجالات اللي أنا ممكن أنفذ فيها دهانات الأوبوكس عموما دهان الأوبوكس ده من الدهانات عالية الجودة من خالي من المزيبات هو طبعا زي ما شفنا كده هو مفهوش مزيب هو في عبارة عن إيه؟ عبارة عن مادة صلبة وعبارة عن مادة الرزين إنتاج الاتنين بيتحضب مع بعض بيكونوا لمادة الأوبوكس فإنه مفيش ممزيب مفيش وسيط طيب وبيعتمد مزجوهم بإيه؟ مش بالوسيط لا مزجوهم بالشنور الكهربائي يمزجهم كويس قوي وحصل على القوام المطلوب من خلال إيه؟ تقلبهم جيدا طيب إيه مجالة استخدام دهان الحواط والأرضيات المعرضة للتأثير الكيمويات والقلويات والأحمار بدهن الحواط طبعا دي بقى الحواط مش في المنازل طبعا الحواط اللي هي بتتعرض الكلام ده داخل المصانع داخل المجازر داخل نقول معامل الألبان الحاجات دي الورش هي دي اللي بيبقى فيها التعرض الشديد كده فطبعا دي تعتبر من الدهانات الممتازة لهذه الظروف سواء بقى دهانات جدران أو أرضيات داخل المصانع أو داخل المفتشفيات أو داخل المجازر أو داخل معامل الألبان طبعا بتبقى ده من الدهانات الممتازة الجيدة اللي هي تتحمل هذه الأجواء وهذه الظروف دهان المنشآت والطرق والكبارة طبعا بتبقى من الحاجات السريعة السريعة وفي نفس الوقت بتتجف بسرعة وبتتشكل بسرعة فبالتالي بتاع السعيف في المنشآت الكبيرة دي زي الكبارة والمنشآت الطرق ومحطات المياه والصرف الصحي بردك بتبقى من الدهانات الممتازة اللي هي سواء نقول المواسير اللي بتصدم في المياه أو مواسير الصرف الصحي بتعمل طبقة عزلة بتتحمل الظروف القاسية بتتحمل كل العوامل الجوية المختلفة سواء برودة أو حرارة أو قلويات أو أحماض أي حاجة هي بتبقى مناسبة لها الظروف الشقة يعني دهان البوكسي ده للظروف الشقة زي المشتشفيات أرضيات المشتشفيات أرضيات المجازر أرضيات المصانع أرضيات الورش والجدران بتاعتها بردك هو نول هذا الدهان صالح لتقريبا جميع أنواع الأسطح يعني سيقدر يطبقوا على الأسطح الجدرية الأسطح الخشبية الأسطح المعدنية دهان ناجح ومتعدد الاستخدام كما الممكن أن أنفزه على الأخشاب سواء خشبها دهان ساتر البوكسي ساتر أو دهان شفاف في منه النوعين يعني ممكن أن أنفزها على الخشب سواء منه الشفاف اللي هو بدون لون أو ساتر لو أنا عايز أكسبه أكسب الخشب ده لون ده بالنسبة لدهانات وكيفية تطبقها على الأسطح المختلفة طب إيه مميزات دهان البوكسي أنا ليه هستخدم دهان البوكسي هل بني مميزات مختلفة عن بقيت الدهانات أهم قال لي مقاوم للمياه والأملاح والأحماض والقلويات بدرجة كبيرة من الدهانات الممتازة اللي بتتحمل الظروف القاسية عشان كده بني أستخدمه في أرضيات المشتشفيات في أرضيات المصانع في أرضيات الوش في الجدران الجدران نفسها لأنه سهل التنظيف يتحمل نقول الأحماض بشكل رائع يتحمل القلويات بشكل رائع فبالتالي بيكون مناسب لهذه الأجواء أو هذه الظروف بيضيني درجة صلابة عالية ومقاوم للبر والاحتكاك يعني إيه؟ يعني تقريبا كده بيبقى شبيه للسراميكة الأرضية تقدر تجر عليه مكان عجل معدات سقيرة فهو مناسب لعمال الشقة لأنه أرضية صلبة مرنة مقاوم للبر والاحتكاك يتميز بسهولة التشغيل والتشكيل يعني سهل قوي أن أنا أحضره وسهل قوي أن أنا أنفزه ولا يحتاج لمعدات خاصة زي ما قلنا كده أنا ممكن أطبقه بالفرشة وممكن أطبقه بالفرشة وكل دي متوفرة مش طالب مني معدات صعبة أو معدات غالية لا كل معداته تقريبا متاحة أكثر حاجة باستخدمها هو الشنيوري القهربائي اللي عمود وشنيور فيه ريش مروحية تقلب هو ده أكثر أكثر حاجة أو أكثر حاجة أنا باستخدمها أو أغلى حاجة أنا باستخدمها بعد كده الرولة الرولة صلبة خالية من أي حاجة وبرية أو فرشة عادية ممكن أطبق بيها حسب المتوفر للعامل أو حسب المساحة المتاحة عندي طيب يمكن نوصوله إلى سمكة كبيرة لطبقة الدهان باستخدام عدد قلوم العامل يعني أنا كمان أنا ممكن أتحكم في دركة السمك يعني أنا عايزة سمك كبير هتديره أكثر من وجهة عشان أحصل على هذا السمك المطلوب سواء في الأرضية أو في الجدران أو في الأسطح المختلفة ولا حكس أنا عايزة طبقة عادية أو طبقة بسيطة أنا ممكن هقلل بقى من عدد الطبقات يبقى هنا سمك الدهان الأوبوكسي بيتوقف على عدد الطبقات لأكثر ولا أقل كل دي مميزات من دهان الأوبوكسي هل ليه تأثير ضرب الصحة؟ أنا أأملوش أن أأثير ضرب الصحة بس لو لمس الجلد لازم أن أخسله قويس قوي ويزيله بسرعة بالماء والصابون طب ولو دخل في العين لازم أن أنا أخسل العناية بالمية الجرية وعلى طول استشارة للطبيب دي أقصى حاجة أنا ممكن أتعرض لها بالنسبة لي دهان الأوبوكسي أن ممكن الإنسان ينزل على الجلد أو يجي في العين رزيس في العين فعشان كده إحنا نتجنب ده بإيه؟ بارتداء الملابس الواقية ودي من أهم الاحتياطات والشروط المفروض اللي أنا بتتبحها أثناء تنفيذ هذا الدهان الخواص الفنية لدهان الأوبوكسي الصلابة الليونة الخلط من المركبين تقريبا بنسبة 3 إلى 1 زمن الجفاف يتراوح من 25 لـ 30 دقيقة وده اللي هو نقول المبدأي الجفاف المبدأي لغاية 8 ساعات يعني بيجفي في درجة حرارة 25 درجة مقاوية وبيجفي في خلال 8 ساعات وده الجفاف المبدأي والجفاف النهائي بيجفي في خلال 24 ساعة وبرضك في درجة حرارة 25 درجة مقاوية زي ما قلنا هو درجة حرارة الغرفة أنا باستخدم درجة حرارة الغرفة ما باعرضوش لدفايات أو عرضوا لأي حرارة زي الدهان البولي إستر مثلا اللي هو بيجفي في درجة حرارة الغرفة بيجفي من خلال الجفاف المبدأي يعني الأشر الأولانية بيجفي في خلال 8 ساعات الجفاف العميق يعني السمك كله بيجفي في خلال 24 ساعة يبقى أنا كده السطح تماما سهل إن أنا أحط عليه مركبات سهل إن أنا أعلق حاجة على الحيطة بعد 24 ساعة أنا كده أقدر استخدم السطح استخدام أمسا سواء هعلق معدات سكيلة على الجدران سواء أنا هجر معدات سكيلة على الأرضيات هحط مكاتب هحط مكنة هحط حاجة هو بعد 24 ساعة يكون كده السطح جاهز للاستخدام طيب إيه خطوات دهان الأوبوكسي على الأسطح زي ما قلنا خطوات دهان الأوبوكسي قلناها في خلال الشرح أو من البداية إن أنا بيتم تنظيف السطح تماما أول حاجة أبصي لها السطح اللي أنا هطبع على الدهان طبعا إذا كان سطح جداري سطح أسمنتي سطح معدني سطح خشبي مش مطلوب فيه دهان شفاف كل الأسطح دي أما أجأ أتعامل معها بدبوية البوكسي الساترة هبص على درجة نظافتها وستوعها لازم أن يكون السطح مستوي تماما نزيف تماما خالي من الأتربة ما فيهوش أي شوائب ما فيهوش أي سقوب ما فيهوش أي شكوك ده بالنسبة لديهان الأوبوكسي قلنا يبقى أول حاجة بنظف السطح كويس قوي بخليه خالي من أي شوائب وأي أتربة وأي شحوم وأي زيوت دي طبعا مهمة قوي إن طبعا الزيوت والشحوم والأتربة دي مادة عزلة فلازم أن أتأكد تماما إن السطح خالي من هذه الشحوم أو الزيوت أو الدهون أو الأتربة دي أول خطوة من خطوات دهان الأوبوكسي تاني حاجة يجب أن يتم الدهان على الأسطح الجفة بمعنى إن السطح لازم أن يكون جاف تماما ناشف خالي من رتوبة يعني لو سطح مثلا معدني ما يفعش أكون لسه غسلاء وعايز أطبق الدهان لا لازم أن ما يجف تماما جداري ما يكونش غسلاء وعايز أنا أطبق على الدهان الأرضية لازم أن يكون السطح جاف تماما خالي من أي رتوبة وأي نسبة مياه طيب يبقى أول حاجة نتنظيف السطح والتأكد من خلوه من الزيوت والشحوم والأتربة ثاني حاجة لازم أن يكون السطح جاف تماما ناشف كويس قوي ثالث حاجة يفضل دهان تحضيري بطانة يعني أنا بعمل بطانة من البوكسي بحيث أن أنا بساوي بيها السطح وأتأكد أن السطح مستوي تماما سواء بقى كانت بطانة خرصانية أو بطانة خشبية حسب السطح اللي أنا هطبع عليه بتديره واجه بطانة أساوي بالسطح وفي بطانة خاصة بالأسطح الحديدية وفي بطانة خاصة بالأسطح الخشبية وكل ده بيات جهزة محضرة جهزة بجيبها سواء أنا بحضر دهان أبوكسي على الخشب بجيب البطانة الخاصة بالأخشب وسواء بحضر على أسطح معدنية أو حديدية بجيب البطانة الخاصة بالأسطح المعدنية بيتم بعد كده بعد محرص أنا اديتها البطانة المناسبة للسطح سواء بطانة خشبية أو بطانة حديدية اللي هي خاصة بالمعادل وسبتها تنشف والسطح جاف تماما أبتدي أحضر مركب الأبوكسي بتاعي أن أنا ببتدي أحضره من خلال ضربه بالشونيور الكهربائي ومزجه جيدا من خلال هذا الشونيور وأتأكد أن كل دهان قوام واحد ممتزج مع بعضه مديني قوام موحد موحد القوام دهان موحد مديني دهان موحد القوام كله صمك واحد مفوش أي تكتلات أو أي شواء بعد ما حضرت وخلطت الدهان ببتدي يمكن دهان وجه واحد من دهان الأبوكسي أو أقصر من وجه حسب الصمك المطموط يعني أنا خلاص قدتها البطانة وخلاص ما ببتديت بقى أضرب بقى المكون بتاعي وأحضر المكون بتاعي وزي ما قلنا من أهم الشروط عند تحضير دهان الأبوكسي أنا بحضر بكمية المناسبة للمساحة وكمية المناسبة للوقت يبقى شرطين أنا بحطهم معايا في التحضير أو عملية الدهان أول حاجة يكون الكمية مناسبة للمساحة اللي أنا هنفذها لو أنا فعلا هقدر أخلص المساحة دي في النص ساعة تاني حاجة الكمية المناسبة تكون على قد الوقت يعني تكون على قد الوقت وعلى قد المساحة دهان الأبوكسي بيعد سطح ناعم أملس مسكول بيديني سطح ناعم أملس مسكول يعني أملس مسكول يعني كأنه متصنفر ناعم جدا ولامع طيب أنا لو مش حبة أنني يكون السطح لاعمع ممكن يزحلق العامل هو ماشي في أرضية مصنع أو أرضية مجزر أو أو قال لي ممكن أن أنا أديله في البطانة مع البطانة أديله زرات الرمل الناعم موحد السمك مع البطانة لما يجي بقى أدي الوجه الضهارة هيديني السطح شبه مط أو شبه يعني خشن شوية ما يزحلقش الناس أو يكون مناسب للاستخدام داخل المصانع وداخل المشتشفيات داخل الورش كل ده بيحتاج أرضية تكون أرضية سليمة وأمنة منيعة للانزلاق ده لازم شرط أساسي داخل الورش أو المصانع أو حتى البيوت يعني برضا كان مجي أخطر أنا حتى سيراميك أو أخطر حاجة لازم ما يكونش شديد الانزلاق عشان تفادي الحوادث والإصابات وطبعا ده بيبقى أكتر كمان فين داخل الورش والمصانع يعني طبعا بيبقى العمل بصفة مستمرة العمل على مدار اليوم طبعا يتطلب السرعة في الإنتاج فبالتالي بيبقى العامل على طول بينجز عمل بسرعة فعشان كده لازم أن أوفله أرضية أمنة أرضية أمنة منعها للانزلاق موضة صح لك ده براعية أثناء عملية استخدام دهان الأوبوكسي وقلنا بزي أننا أنفذ الكلام دو من خلال أننا ممكن أحط زرات الرمل الناعم في البطانة قبل الدهان للحصول على سطح مكمل المجهة التحضير في البطانة من بزيارات الرمل الناعم وكده إحنا نكون خلصنا دهان الأوبوكسي وعرفنا إزاي أن أنا أستخدمه وإيه صفاته وإيه خواصه وأهم الشروط والاحتياطات الواقية عرفنا أننا لازم أن ألبس الملابس الواقية عرفنا أننا لازم أن أحضر كمية مناسبة للمساحة ومناسبة للوقت هرية خلال 30 دقيقة عرفنا أننا لازم أن أتأكد من تاريخ الإنتاج وتاريخ حفظ الحاجة دي ما يزيدش عام من 6 شهور لـ 12 شهر ده أقصى مدة لتخزين الحاجة لازم أن أتأكد منها قبل ما استخدم المنتج تاني حاجة لازم أن وأنا بحضر أثناء التحضير أنا هستخدم نص الكمية يبقى لازم أن أقفل العبوة كويس قوي أقفل محكم على أساس الحاجة دي ما تفسدش وبكده إحنا خلصنا دهان الأوبوكسي وعرفنا إزاي نحضره وإزاي نطبقه على الأسطح المختلفة وإزاي ننفذه وإلى اللقاء في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله